وشطها رصاصة وساعتها الكاسة رفع الحقيقة وجرية جميلة جدا جدا وعشان كده أنا بقول لحضراتكم دائما الأهلي دائما مختلف دائما مختلف لكل الأسباب اللي فاتت الحقيقة برضو خلال الكام يوم اللي فاتوا إشعاعات في كل الاتجاهات إشعاعات فيما يخص المصابين داخل النادي الأهلي وأنا حوري لحضراتكم دلوقتي بعض الفيديوهات اللي لازم أوريها لحضراتكم لأنه عشان تعرفوا برضو الفارق ما بين النادي الأهلي وأي نادي آخر أنا بتكلم دائما بشكل عام النادي الأهلي مختلف ليه؟ النادي الأهلي مختلف لأنه عنده منظومة كبيرة جدا سواء إدارية أو فنية أو اجتماعية أو ثقافية أو حتى منظومة طبية الحقيقة لأنه المنظومة الطبية في النادي الأهلي منظومة رائعة وفيها أو بيجلها إصابات كتيرة جدا من اللاعبين اللي بيبقوا موجودين في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبالتالي العين دايما بتبقى عليها كبيرة جدا عايزة أوري لحضراتكم بعض الفيديوهات فضل خلينا نشتغل على الفيديوهات عايزة أوري لحضراتكم بعض الفيديوهات في اللاعبين ده عمار حمدي طبعا لما جه من رجع من نادي الاتحاد السكنداري وده بعض الاختبارات الطبية قبل طبعا ما يتم قيده في النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين النادي الأهلي مؤسسة ولكن احنا دايما بنوري حضراتكم هذه الأمور واحدة واحدة علشان بس نشوف كمية الإشعاعات اللي بتطلع وكمية الكلام اللي بيطلع من كل الناس أو من بعد ما لا يشجع النادي الأهلي على النادي الأهلي ده عمار حمدي وده كريم فؤاد أيضا اختبارات طبية بتحدث قبل التعاقد أو قبل إنهاء التعاقد دائما مع كل اللاعبين اللي بيجوا النادي الأهلي وطبعا دي فيديوهات حصرية خاصة بقناة الأهلي وميكي سوني لويس ميكي سوني طبعا اللاعب المحترف الجديد إن شاء الله سيكون متواجد أو هو ضمن القائمة المتواجدة في كأس السوبر المحلي إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم وده بيرسي تاو أيضا وزي ما حضراتكم شايفين بعض الاختبارات الطبية وتأهيل لأنه بيرسي تاو تحديدا وبرضو أنا عايزة أتكلم في هذه النقطة لأنه في لغة كتير وكبير جدا جدا في هذه النقطة أنا الحقيقة مش عارف ليه لاعب اتصاب مع منتخب بلاده وبالتالي اتصاب بعد ما تم التعاقد مع عامل نادي الأهلي وبالتالي حيتم تأهيله وحيرجع إن شاء الله وحيبقى زي الفل وكل حاجة هتبقى زي الفل محمود متولي برضو عليه كلام كتير جدا في هذه النقطة بالمناسبة لكل الناس اللي بتعرف في كرة القادم بيرسي تاو النهاردة هو أو تأهيله النهاردة ده بالمناسبة وأنا بتكلم مع حضراتكم تأهيله النهاردة بيرسي تاو وهو بيتم تأهيله في النادي الأهلي بمقر الجزيرة النهاردة كانت الفيديوهات اللي أمام حضراتكم دي علشان بس تعرفوا إن كل ما يقال أصل الرجل مش هيقدر يتحرك أصل الرجل النادي الأهلي اشترى مش عارف إيه أصل الراجل كذا لا زي ما حضراتكم شايفين وكل يوم برضو هنجيب لحضراتكم كل اللاعبين اللي بيتم تأهيلهم في هذه الفترة خلينا بما إننا بنتكلم عن بيرسي تاو أمام حضراتكم أهو برضو فيديوهات حصريا وخاصة بقناة النادي الأهلي بنوري حضراتكم قدقين دايما التأهيل شغال والأمور شغالة آه عنده صعبة صعبة عضلية بتحصل لكل اللاعبين اللي موجودين في العالم كله مش في مصر بس ولا في النادي الأهلي بس ولكن زي ما حضراتكم عارفين أي حاجة بتعملها النادي الأهلي وخصوصا لما بتبقى حاجة جيدة جدا بتلاقوا الكلام عليها كتير جدا جدا من حق الكل يجتهد ومن حق الكل يقول اللي هو عايزه ولكن احنا أيضا من حقنا قناة النادي الأهلي نحنا نوري حضراتكم الفيديوهات اللي دالها على صدق كلامنا مش هقول كدب الآخرين ولكن هقول صدق الكلام اللي احنا دايما بنقوله وانا لما باجأتكلم مع حضراتكم وتكلمت معاكم كذا مرة مع جمهور النادي الأهلي انه احنا دايما ما بنحبش نتكلم وخلاص ولكن دايما بيبقى عندنا صورة او صوت دليل على كلامنا زي ما وردت حضراتكم ده كان بير ستاو كان وهو فيه بيواصل التأهيل خلال الفترة القادمة علشان ان شاء الله يرجع ويستفيد منه النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية كلام كتير جدا فيما يخص بير ستاو ولكن أيضا محمود متولي كلام عنه ان محمود متولي اصله مش عارف ايه والاصابة لا محمود متولي يا جماعة وده ناس كتيرة جدا من اللي جالها صليب او اللي بتلعب في مجال الرياضة عارفة يعني ايه صليب الصليبي لما بيجيلك موضوع ان انت يجيلك تقعد عشر ايام ده بعد ما ترجع بالسلامة بعد خمس ست شهور ما ترجع بيجيلك شوية حاجات في الرجبة كده بما انك كنت قاعد سبع تمن شهور ما بتتحركش فالرجبة دي او بتتحرك بشكل معين فالرجبة بتبقى بيجي لها شوية بيجي لها شوية مية شوية التهابات خفيفة بتحصل مع كل لاعب العالم ولكن هل ده معناه ان محمود متولي مش هيبقى كويس هل ده معناه ان بير ستاو مش هيبقى كويس هل ده معناه ان بقية اللاعبين اللي موجودين مش هيبقى كويسين او اي حد من المصابين مش هيبقى كويسين انا عارف ان قطة النادي الاهلي عند اي حد جمل ولكن مش بهذه الطريقة لما تيجي نتكلم خلينا نتكلم بالاحترام وزي ما بنوري حضراتكم كده كل يوم هنجيب لحضراتكم فيديوهات او كل ما نقدر يعني هنجيب لحضراتكم فيديوهات لتأهيل اللاعبين المصابين النهاردة جبنا لكم بير ستاو بكرة او بعض ان شاء الله بعض المباراة نجيب لكم محمود متولي وبعد كده وهكذا 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 دايما بنحاول من خلال شاشة قناة النادي الاهلي نحن نثبت صد الكلام اللي بيتقال لانه احنا في النهاية ملناش علاقة بما يقال خارج قناة النادي الاهلي ولكن دايما بنحاول نوري حضراتكم ايه اللي بيحصل المؤسسة اللي احنا فيها دي بتشتغل ازاي ترجمة نانسي قنقر